اشتركوا في القناة او الكلمات الموجودة في unit 4 مراجعة سريعة كده على الكلمات twice وكل الفوكابيولير دي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات بالتفصيل كلمة كلمة نرجع مراجعة سريعة دلوقتي على الجرامر عندنا جرامر مهم جدا في اليونت ده السؤال بhow often كم عدد المرات وازاي نجاوب على السؤال ده القاعدة بتقول لنا ايه how often وبعد كده do or does وبعد كده subject اللي هو الفاعل اللي هو انت بتسأله عن الفعل اللي انت بتسأله عن عدد المرات وبعد كده infinitive الفعل في المصدر وطبعا انتوا عارفين ليه لأنه بعد do or does ايوة شطار بيجي الفعل في المصدر وما تنساش ان ده سؤال وبالتالي لازم تحط question mark نشوف كده الامثلة مع بعض examples how often do you go to the club كم عدد المرات التي تذهب فيها الى النادي فرد عليه قال له do i go to the club once a week مرة في الاسبوع سؤال تاني how often does he train he trains twice a day بيتدرب مرتين في اليوم دلوقتي نبتدي نحل مع بعض اسئلة question bank اول سؤال عندنا حبايبي وده اول سؤال بيجي لك في الامتحان many dialogue tom and pam اتنين اشخاص حد فيهم سأل سؤال فالتاني رد عليه قال له i train twice a day انا اتدرب مرتين في اليوم وخد بالك train هنا مش معناها قطار اللي انت بتدرسه من ايام ما كنت في حضانة لا train هنا verb بمعنى يتدرب او يتمرن طيب هو هنا سأل له سؤال فرد عليه باجابة يعني فيها عدد المرات اللي هو مرتين في اليوم فيبقى كان السؤال عن ايه عن عدد المرات طيب واحنا حبيبي بنسألنا عدد المرات بايه بhow often وبالتالي يبقى السؤال how often do you train how often do you train كم عدد المرات اللي بتدرب فيها السؤال اللي بعده سأل السؤال فرد عليه قال له i get up get up معناها يستيخز ومعناها قريب جدا من wake up فيه طبعا فرق وفيه اختلاف لكن هو المعنى قريب i get up انا استيخز at 7.30 every morning انا بستيخز سبعة ونص كل صباح طيب هنا الاجابة فيها وقت معين اللي هو الساعة سبعة ونص فمعنى كده انه هو كان سؤال عن الوقت احنا حبابي بنستخدم ايه بالنسبة لأسئلة WH questions بنستخدم انه question word علشان نسأل عن الوقت ايوه شطار بنستخدم when متى وبالتالي تبقى السؤال كان بايه كان بهون when do you get up متى تستيقز او امتى بتصحى من النوم ننتقل للسؤال اللي بعده do as shown he usually usually يعني غالبا او عادة او هو متعود على على كده goes for a walk وقلنا go for a walk معناها انه هو يذهب للتمشية يعني يتفسح شوية يتمشى شوية طالب منك ايه negative negative من يعرف يعني ايه negative ايوه بالزبط negative يعني النافي النافي هنا هيبقى never never يعني ابدا ما هو العكس بقى هو متعود انه دايما بتمشى هيبقى العكس ايه انه هو ابدا ما بتمشاش فهنقول ايه هنشيل كلمة usually ونحط كلمة تانية اللي هي ليه عكسها اللي هي never ابدا وبقيت الجملة زي ما هي جملة بسيطة جدا جدا هنقول he never goes for a walk هو لا يذهب للتمشية ابدا طيب number two tom likes train in the morning لا هنا في غلطة كبيرة قوي في الجملة دي وبالتالي هو طالب منك ايه طالب منك correct correct يعني ايه يعني صحة ازاي هي likes train ازاي يعني نحنا تعلمنا طول عمرنا يا سنة خمسة انه like enjoy ييجي بعديهم الفرب plus ing اقول اي لايك سويمينج اي لايك ايتنج اي لايك اي لايك اي رانينج وهكذا فهنا ما ينفعش اقول tom لايكس train غلط طبعا الاجابة هتبقى ايوة شطار الاجابة هتبقى training الفرب زي ما هو بس plus ing number three he runs the track everyday ask هنا everyday معناها ايه كل يوم خد بالك كل يوم everyday ها طب لازم السؤال يبقى ايه يبقى عن عدد المرات وبالتالي هنستخدم تاني هنستخدم how often وبالتالي هتبقى الاجابة how often بس خد بالك بعدها هنكتب ايه how often does he run the track how often does he run the track وما تنساش question mark السؤال اللي بعده اللي كلكم بتحبوه سؤال choose number one not shirt is blue طبعا shirt يعني قميس وبلو اللي هو اللون اللي ازرق نختار he ولا his ولا hers طبعا he وهيرز ما ينفعوش الاجابة الوحيدة اللي تنفع هتبقى his shirt is blue القميس الخاص بي او القميس بتاعه لونه ازرق number two hair خد بالك من السؤال ده سنة خمسة ركزوا جدا في السؤال ده hair hair شعرها is shorter than not my ولا me ولا mine طبعا ماي ما تنفعش لان ماي لازم ييجي بعدها my حاجة my book my pen my desk my house وهكذا طيب me اه خد بالك بقى هنا shorter than me هي بالعربي تنفع بس بالانجلش ماينفعش ليه تعالوا الاول نختار الاجابة الصح الاجابة الصح هتبقى mine وتعالوا نشوف ليه اخترنا mine وما اخترناش me بالعربي انا ممكن اقول انه شعره اقصر مني ينفع اه ينفع طب بالانجلش لا بالانجلش ماينفعش بالانجلش لازم اقول شعره اقصر من شعري خد بالك وبالتالي هنا الاجابة هتبقى ايه هتبقى mine here here شعرها اللي ملكها هي it's shorter than mine mine دي اللي بتساوي ايه بتساوي my hair يعني لو قلت mine صح لو قلت my hair صح وبالتالي ماينفعش اقول my واسكوت وماينفعش اقول me هتبقى الاجابة mine number three we not got a big car طبعا ده سؤال بسيط جدا we ماينفعش تاخد has وماينفعش r لان بعد امو از و r لازم يجي الفعل ing g فهنا هتبقى have got لان i u we they بيجي بعدها have لكن هي وشي وقت بيجي بعدها has وبكده يبقى حلينا اسئلة question bank unit four وبالتوفيق لجميع ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وانا ألتقي بازن الله في الفيديو القادم اشتركوا في القناة